وإلى القبس الكويتية الحكومة تدرس منح المواطنين كاش شدد مصدر حكومي على أن سياسة استمرار الدعم ليست حكيمة لاستدامة الدولة بمواردها لفترة طويلة وبيّن المصدر نفسه أن الحكومة تدرس حاليا بعض الخيارات المطروحة لتكون بديلة لسياسة الدعم والاستهلاك التصاعد حيث من أهم هذه الخيارات إعطاء مبلغ من المال سنويا للمواطن مقابل دفع فواتيره من دون أي دعم يذكر أي كما هو معمول به في بعض الدول مثل إيران حيث ثبت أنه نهج سليم كونه يحفز على ترشيد الاستهلاك